سجلت مملكة البحرين مركزا عالميا متقدما في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بما يعكس فعالية الجهود المبدولة في هذا المجال تزامنا مع اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص الذي يوافق 30 يوليو من كل عام مملكة البحرين تقدم نموذجا رائدا في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها دول العالم عبر حلولها في الفئة الأولى في تصنيف الدول خلال أربعة أعوام على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وفي هذا الإطار أقامت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ندوة أمنية افتراضية للاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والجهات ذات العلاقة إنما تحق من إنجاز أملكة البحرين في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية والمعنية بجهود الدول في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحصولها على التصنيف الأول لأربع سنوات متتالية جاء نتاج تظافر جهور جميع الجهات المعنية في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولعل عطوية وزارة الداخلية في هذه اللجنة ومتمثلة في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأداء العامة والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ولتعتبر المحرك التنفيذي والرئيسي لهذه اللجنة وذلك ضمن اختصاصها وبدعم سيدي معالي وزير الداخلية لتطوير وتنمية مهارات العاملين بهذه الإدارة بالإضافة إلى الشراكة المجتمعية والتفاعل مع الجمهور وذلك من خلال تدشين الخط الساخن 555 وذلك لسرعة تلقي البلاغات والشكاوي ولضمان سرعة الاستجابة والشراكة المجتمعية تحظى هذه الجهود الدؤوبة في هذا المجال بإشادة وتقدير كبيرين على مستوى الدول والمنظمات الدولية المعنية للتصدي لتلك الجريمة التي تنكرها جميع الأعراف الدولية والأديان السماوية تشيد المنظمة الدولية الهجرة بجهود مملكة البحرين في مكافحة جريمة الإتقار بالأشخاص وتهنئ المنظمة مملكة البحرين لحصولها على الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية لأربع سنين على التوالي هذا إنجاز يحتذى به وهذا إنجاز مبني على جهود وطنية بين مؤسسات الدولة ومبني على شراكة مملكة البحرين الوطيدة مع دول مصدرة لعمالها نحن كمنظمة دولية الهجرة دورنا هو أن نحن نقدر نوصل ما هي أفضل الممارسات الدولية في هذا الملف ونتعاون ونتمنى أن نستمر التعاون مع مملكة البحرين لهذا الإنجاز والبناء عليه النجاح اللي حققته مملكة البحرين هذا يدل على قيادة حكيمة ملك حكيم وحكومة موحدة يرقصها سمو وليل عهد رئيس الوزراء مؤسسات تعمل معا في إطار واحد ولأجل هدف واحد وشعب البحرين شعب متسامح شعب يتقي الله وعندما يتعامل مع هذه القضية مكفحة الإتجار بالأشخاص لا يتعامل لأجل موقف سياسي أو موقف إعلامي لكن هذا من داخل الشعب التقوى لله وخوف الله والتعايش والتسامح اللي في البحرين إن هذا الإنجاز ما هو إلا محصلة لجهود وطنية شاركت فيها إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة التي تقوم بإنفاذ القانون والعمل على تطوير مهارات العاملين على أساليب الكشف بطرق استباقية عن الضحايا وتوعية المجتمع بأخطار هذه الجريمة لمجتمع خال من الاتجار بالبشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر